السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة InfoTek4U معكم مروة سليمان وفيديو جديد إن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا النهاردة جاي أتكلم عن Atlas Operating System من اسمه كده بيباني أنه هو نظام تشغيل ولكنه هو تعديل لنظام تشغيل ويندوز بيتيح Atlas Operating System يعني لما أنزل الملفات الخاصة ب Atlas Operating System ممكن يعمل لي إيه؟ أولا لازم نقول إن Atlas Operating System هو مشروع مفتوح المصدر Open Source Project شغال عليه مجموعة من المطورين الهدف منه إن يخلي أداء جهاز الكمبيوتر اللي نازل عليه ويندوز يكون أداءه في الألعاب أفضل وأحسن وكمان بيشتغلوا على الخصوصية والأمان يعني بيشتغلوا كمان على الـ Privacy ودي حاجة ممتازة جدا لأن أنت أثناء اللعب أنت موجود في عالم مفتوح فلازم تتأكد من أمانك على الجهاز أثناء اللعب حاجة بقى مهمة جدا بتقابل الناس اللي عندها الأجهزة بتاعتها محدودة الإمكانيات يعني متوسطة أو ضعيفة بيكون طبعا الأداء في الألعاب القوية زي فورتنايت وبوبجي وهذا النوع من الألعاب بيكون أداء الجهاز بتاعها ضعيف جدا وبتكون الاستجابة بسيئة ومتأخرة وده بيخليه هو بيلعب على الجهاز بيقابل مشكلة وبيبقى كثير جدا من الأحيان صعب إن هو يعمل upgrading أو إن هو يعدل على الجهاز بتاعه أو يطلع لإمكانيات أعلى فالمطورين قاموا على هذا المشروع بهدف إن انت لو حتى تمتلك جهاز إمكانياته محدودة تقدر إنك إنت تشتغل بشكل في أداء عالي أثناء عملية اللعب أو الألعاب يعني هو مخصص في الأساس لـ gamers بشكل كبير وتنزيله بسيط جدا وتعالوا نخش كده على الموقع ونبص بصة على Atlas Operating System الأول لازم أقول لك إن من المهم جدا أن أنت يكون عندك Windows 11 على الجهاز وتكون محدث الإصدار الخاص بالWindows لآخر إصدار وهو 23H2 وأنا كنت اتكلمت عن هذا الإصدار ومميزاته من قبل لأن في بعض التطبيقات بقت تشتغل بالذكاء الاصطناعي دلواتي لما تنزل التحديث الخاص بـ Windows 11 فإحنا كنا تكلمنا عنه من قبل النهاردة اللي حطلبه منك إن انت لو أنت already يعني حسيت إن انت مقتنع بهذا التعديل أو كنت من الناس اللي بتلعب على جهاز الكمبيوتر أو بتستخدم ألعاب بتحتاج أداء عالي على الجهاز في الحالة دي لازم تكون محدث الجهاز بتاعك سي لسه شغال على Windows 10 لازم تطلع على Windows 11 ولازم كمان تعمل update لـ Windows 11 لآخر إصدار وهو إصدار 23H2 يلا بينا كده نبص بص على الموقع شكله حيكون عامل إزاي لو بصيت على atlas operating system dot net وهو بيقولك هو a modification of Windows يعني لما أنت حتنزل هذه الملفات أنت كده حتعمل تعديل على Windows عشان تخليه يشتغل معك بشكل أفضل ويستهلك موارد أقل من جهازك أثناء عملية اللعب عندك two files عندك atlas playbook وعندك AME wizard وهنا ما تحملهمش إلا لما تتأكد زي ما قلت لك من شوية أن انت معاك آخر إصدار من Windows 11 بتبتدي أن انت أتحملهم وتعملهم setup على الجهاز بتاعك هنا بيقولك أنت ليه لازم تعمل upgrade to atlas أولاً عشان الأداء الperformance الأداء بتاعك أثناء اللعب يكون أفضل هنا اللي تنسي وهي جاية من التأكير هنا بيقولك عملية الاستجابة هتكون أفضل efficient power plan كمان وoptimizing network هتحس بأنك أنت فيه a difference بشكل مختلف في عملية اللعب والأداء وثالث حاجة وهي privacy ودي مهمة جداً لما تكون انت شغال على الألعاب وبتبتزي أن انت تكون موجود في عالم مفتوح لازم تكون مدأكد أن ما فيش tracking مثلاً لك أثناء اللعب في عندك بقى الأطلس versus Windows بيقولك الفرق ما بين أطلس و Windows 8 هو بيقولك هنا الاستخدام بتاع الـ CPU usage في حالة أن انت لو نزلت الأطلس عندك على جهازك اللي بoperating system Windows 11 بآخر إصدار فهنا بيقللك المساحة للـ CPU usage بتستخدم احنا عارفين الـ CPU هو center processing unit the brain of the computer يعني فكل ما انت هتخليه يشتغل بدل ما يعني ياخد usage استخدام أكبر وقللت عملت reduction كل ما كان أفضل RAM usage المساحة بتاعت الرام حيبقى أقل هتبقى مثلاً سيء لو هي كانت بتاخد بتلعب أنت مثلاً لو هي بتاخد 2.3 جيجا بايت هتقل بنسبة 1.1 جيجا بايت تبقى 1.2 جيجا بايت في الاستخدام يعني بيقللك المساحة بـ 1.1 جيجا بايت فيه كمان frame per second أو frame rate ده بيفيد قوي ناس اللي بتلعب games إن كل ما كان في higher frame rate كل ما كان أفضل والاستجابة كانت أفضل وأحسن فهنا بيزود لك frame rates بتاعتك بيديك example يعني مثلاً هنا من 217.5 frame frame per second إنت ممكن توصل لـ 365 ده بالنسبة للـ 2 files اللي إنت هتنزلهم عندك على الجهاز واللي حيعملو لك تعديل على Windows واللي حتلاحظه أثناء عملية gaming طبعاً أنا مش هنزلوه لأن أنا مش مهتمة بالجيمز ولكن زي ما قلتلك لو أنت من المهتمين وأكيد في جزء عندي على القناة مهتمة بموضوع الجيمينج فبالتالي حيكون أطلس مناسب جداً لو أنت عملت الشروط اللي إحنا تكلمنا عليها من قبل وهي إنك إنت يكون عندك ويندوز 11 وآخر إصدار تقدر أنك إنت تنزلت 2 files دول أطلس بلاي بوك و AME Wizard وصب طبهم وتبتدي أن أنت تلعب وحتلاحظ الفرق أتمنى تكون استفدتم من معلومات النهاردة على قناة Infotech4U ويا رب يكون كل اللي بنقدمه يكون بيعجبكم القناة بتقابل الفترة الأخيرة الـ Notification تقريباً تكون تقود ما بتوصلش كأنها يعني transparent كده بحيث أنها شفافة مش بتوصل للناس بالرغم من العدد الكبير الموجود عندي في subscribers فيريد الناس تحاول إنها تكون متفاعلة عندي على الفيديو باللايك والشير والكممنت وتقول لنا الرأيها في الفيديو إيه ولو كنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد شكراً لكم دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته